لماذا تعد مهارة الاستماع مهارة مهمة؟ بمعنى آخر، ما أهمية مهارة الاستماع؟ تظهر أهمية مهارة الاستماع أولاً في الدور الكبير الذي تقوم به هذه المهارة في عملية التفكير فالمستمع لا بد أن يكون منتبهاً حتى يحسن استقبال الأفكار التي يستمع إليها ثم يجب عليه كذلك أن يقوم بعدة عمليات عقلية متتابعة حتى يتمكن من تنظيم هذه الأفكار ومن استقبالها في ذهنه بشكل مرتب ومنظم كذلك فإن المستمع الجيد عليه أن يدقق فيما يستمع إليه ليكتشف الأدلة والبراهين التي يستخدمها المتحدث في تدعيم أفكاره أيضاً فإن المستمع الجيد عليه أن لا يتقبل الرسالة التي يستمع إليها ويسلم بصحتها هكذا وإنما يجب عليه أن يتوقف أمام محتوى هذه الرسالة وأمام ما حملته من معلومات وما احتوته من آراء وما قدمته من أفكار ليسأل نفسه هل هذا الكلام صحيح؟ هل ما استمعت إليه الآن يمكن أن أقبله على علاته أم أن هناك أشياء فيه يجب أن أعيد النظر فيها ويجب أن أنقدها ويجب أن أرفضها إذن مهارة الاستماع لها دور مهم جداً في تنمية التفكير عند المستمع سواء في تنبيهه كي يستقبل الأفكار أو في تدريبه على تنظيم الأفكار أو في قدرته على الكشف عن الأدلة التي استند إليها المتحدث في تدعيم الأفكار وأخيراً في قدرته على نقد الأفكار التي يستمع إليها كذلك فإن الاستماع له دور مهم في عملية الاتصال فالاستماع أداه رئيسة في عصرنا الحديث يتأكد دورها المهم في عمليات الاتصال على نحو المتزايد فبعد أن أهمل الاستماع لفترة طويلة أصبحنا اليوم نعيش في عصر نستخدم فيه الأجهزة الذكية المتقدمة التي تعتمد على اللغة المنطوقة حتى أن رفاهية الإنسان أصبحت تعتمد على الاستخدام الكفء للغة الشفوية إذا الاستماع يعد اليوم وسيلة أساسية من وسائل تحقيق الاتصال الفعال بين الناس في مختلف مناطق العالم كذلك فالاستماع أداه رئيسة في عملية التعليم فهو مهارة تعليمية بامتياز فعن طريقه يكتسب المتعلم لغته حيث يولد الطفل وهو مزود بالقدرة على التعبير إلا أنه لا يستطيع القيام بهذه الوظيفة إلا بعد أن تصل أجهزته الداخلية الخاصة بالكلام إلى درجة معانة من النضغ فنجد الطفل يكتسب اللغة عن طريق السمع حيث يتعلم الكلام من أبويه ومن المحيطين به عن طريق السمع معنى ذلك أن الاستماع من الأمور الأساسية لظهور الكلام عند الطفل فالطفل يسمع ويحاكي ما يصل إليه عن طريق السمع فالاستماع حينئذ تتمثل أهميته في المحاكاة كما أن للاستماع دور مهم في تعليم هؤلاء الذين حرموا نعمة البصر فقد كانت الطريقة الوحيدة لتعليمهم هي الاستماع عن طريق الأذن وهذه الطريقة التي يتبعها المكفوفون في التعليم حيث يعتمدون على آذانهم مما يعودهم التركيز والانتباه ورغم الدور المهم الذي يقوم به لاستماع كمهارة استقبال وكجانب لغوي له أهمية في عملية التواصل اللغوي فإننا نلاحظ أنه يعد أكثر فنون اللغة إهمالا في مدارسنا فمعاهدنا ومدارسنا في كل مراحل التعليم لا تهتم إلا بتعليم القراءة والكتابة وتهمل تماما التعبير الشفهي بشقيه التحدث والاستماع كذلك فإن الاستماع له دوره المهم في تنمية اللغة الشفهية وفي زيادة الثروة اللغوية فالمستمع الجيد يستطيع أن يلتقط الكلمات الجميلة والتعبيرات الراقية وأن يضمها إلى ذخيرته اللغوية وأن يحسن استخدامها في المواقف المختلفة هذه هي الجوانب المختلفة لأهمية مهارات الاستماع وهي تفرض علينا ضرورة العمل على تنمية هذه المهارة في مختلف مراحل التعليم وأن ينتبه لها معلم اللغة العربية وأن يعطيها ما تستحقه من اهتمام في أثناء تدريسه اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر